السلام عليكم ورحمة الله بعد هزيمة أحد وإشعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتل قال المنافقون للمؤمنين ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم وقال يهود المدينة لو كان محمد النبيا حقا لما غلبه أعداؤه فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين رغم أن الآية الكريمة نزلت خاصة للمؤمنين المجاهدين الذين حضروا غزوة أحد إلا أنها أيضا عامة لكل مؤمن في كل زمان ومكان فأهل الضلال والكفر في كل زمان ومكان يسعون بكل قوتهم أيجعلوا المسلمين بلا هوية ولا إسلام ويقومون بتسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تلك الغاية هتلاقي كتير من حملات التبشير والتنصير ترسل إلى كل مكان وينفقون في سبيل تحقيق تلك الأهداف مليارات الدولارات وفريق آخر منهم يظهر علينا في الإعلام ليلا ونهار فيثيرون الشبهات ضد الإسلام ويؤججون نار الشهوات ويشغلون المسلمين بما لا جدوى ولا طائلة منه كالأغاني والأفلام والمسلسلات ولو حضرتك حبيت تتأكد اجمع مجموعة من الشباب واسألهم عن أسماء عشرة لاعبين أو عشرة مغنيين فيجيبوك بمنتهى السهولة عما تريد ثم اسألهم مثلا عن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا أو اسأل وكل مثلا من هو الصحابي عبد الله بن أبي قحافة واسألهم عن التوحيد واسألهم عن العقيدة الإسلامية اسألهم عن أحكام الصلاة والصيام وسوف تتأكد من مخطط الذين كفروا ضد المسلمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ وعملوا بشرعه وخاطب الله عز وجل المؤمنين مباشرة وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُشْعِرُنَا بِعَظِيمِ قَدْرِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ جَحَدُوا وَأَنْقَرُوا أُلوهية الله تعالى ولم يؤمنوا برسله على اختلاف ملالهم وطوائفهم من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين يردوكم على أعقابكم ويعيدونكم إلى الكفر مرة أخرى ويضلونكم عن طريق الحق والخير فتنقلبوا خاسرين فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق وترجعوا إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام من ضلال وكفران وتنقلبوا خاسرين لخيري الدنيا والآخرة وما السبيل لتفادي كل ذلك؟ قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم ممكن واحد يقول أنت متشائم جدا وبيتبالغ هقوله بالعكس أنا بحاول أوضح الصورة وبسطها للأذهان هرد عليه ببساطة وأقوله ما حدث من إشاعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لم يكن إلا تمهيد لحدث عظيم سوف يحدث لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر جسيم ونشط أهل الكفر والضليل واستطاعوا أن يؤثروا على الكثير من المسلمين وارتدوا عن الإسلام فتلك الآية الكريمة درس للأمة على مدار التاريخ ألا يرتبطوا بالأشخاص وألا يستجيبوا للأعداء قال الحق سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مخطط الذين كفروا في إضلال المسلمين واضح وضوح الشمس ومن أراد أن يجادل فليدفن رأسه في الرمل كالنعام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ